السلام عليكم ورحمة الله. معكم أختيكم الدكتورة أنا الخليفة من مصر. لا أجد كثير من الكلام يقال. أنا من مصر من الأسكندرية لكني باحثة متخصصة في الشأن الفلسطيني منذ أكثر من قرارة العشرين عام. يعني أنا أتشرف لأن أنا أحضركم النهاردة لأن كلنا نستفيد أنتم تستفيدون وأنا أستفيد منكم فأنا أسعد بهذه الصلة ويعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا جميعا بإذن الله ويجعل هذه الأوقات في ميزان حسناتنا يوم القيامة. هي المادة ما زالت لم تنزل لكن نحن في البداية يعني لنا مقدمة قبل أن ندخل في المادة. وبعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بشأح لي صبري ورسل لي أمري وحفل أقدة من اللسان يفتح قولي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا بالخير ويعلمنا الله سبحانه وتعالى الدعاء الكرآني. رب زدني علم نسأل الله سبحانه وتعالى بهذا الدعاء القرآني الذي علمنا إياه أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيد في علمنا يعني بداية أنا أهنعكم وأبشركم بالخير فإن النبي صلى الله عليه وسلم بشر من يسير في طريق العلم أن الله سبحانه وتعالى سيسر له طريقا إلى الجنة وكم من الأحاديث التي تحدثنا عن فضل العلم وعن فضل السعي للعلم فكل ميسر لما خلق له إذا كان الله سبحانه وتعالى يسر لنا طريق علم فنحمد الله سبحانه وتعالى لأننا ننى هذا الرزق فلولا فضل الله سبحانه وتعالى ما ننى حقيقة إذا كان العلم رزق وهو من أشرف وأفضل الأرزاق التي يمكن أن يرزقها الإنسان أن يكون له علم فهذا الرزق يعني نحافظ عليه بتقوى الله سبحانه وتعالى فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن المرأة لا يحرم الرزق بالذنب يصيله فمن أراد أن يحسن الله سبحانه وتعالى رزقه فليتق الله سبحانه وتعالى بينه وبين الله في خلواته وفي سكناته حتى يرزقه الله سبحانه وتعالى بالخير وحقيقة العلوم كلها لها شرف لكن لو رجعنا إذا كتب كثير من العلماء المشهورين حينما يتحدثون عن علم التاريخ تحديدا يعني نعجب من الأوصاف التي يلقونها على دراسة التاريخ يعني يعتبرون أن التاريخ هو أشرف الأنوم وأكثرها إفادة وأكثرها سمرة صالحة للإنسان في حياته اليومية وفي أفقه وكيفية اتساع أفق الإنسان لدراسة العلم بعلم التاريخ والتاريخ بالنسبة للأمم هو كالجزر بالنسبة للنبات إذا كان النبات كلما كان جزره قويلا وممتدا وضاربا بجزوره في الأرض يكون النبات قويا ويافعا كذلك الأمم إذا كانت محافظة على تاريخه ويعني هذا الأمر حقيقة فيه كثير من التناقضات فنحن أمة إقرأ التي نقلت نقلت إلينا هذه الأمة في بدايتها نقلوا إلينا الوقائع والأقوال والأحداث بلقة غير عبية فنحن نعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ما نعرفه عن أبائنا يعني أي حد من حضراتكم يحاول أنه يقارن بين ما يعرفه عن أبيه وبين ما يعرفه عن النبي صلى الله عليه وسلم سيجد المفارقة الغريدة أنه يعرف أباه في مرحلة من المراحل يعني هو يعرف أباه في المرحلة التي وعى فيها عليه لكنه لا يعرف الكثير عن حياة أبيه في صغره وفي شبابه ويعني ربما يجهل أوجه كثيرا من أوجه حياة أبيه لكننا نعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم كل دقائق حياته حتى عن حياته الشخصية في أكله وشربه ونومه وتعامله مع زوجاته ومع أبنائه وبناته يعني سبحان الله نقلوا إلينا هذه الدقائق الواضحة الدقيقة يعني بأساليب لم يكن لديهم أساليب متحضرة أو متقدمة كما لدينا الآن لكنهم أنقلوا لنا وأنا سأضرب لكم مثالا بسيطا جدا إذا سألنا أي أخ من حضراتكم أو من أي أخت من حضراتكم عن غزوة بدر وأنا سأل كم كان عدد المسلمين في غزوة بدر أنا عايزة أشوف إجابة كم عدد المسلمين في غزوة بدر طيب إحنا الإجابات كلها يا 300 يا 313 وفي ناس يقوله 317 309 طيب أنا هسأل حضراتكم إحنا كده مختلفين في كام شخص يعني حضراتكم إجابتكم في الغالب ما بين 300 و 314 أو 317 يعني إحنا مختلفين في 17 شخص فقط صحيح؟ إحنا مختلفين في 17 نفر طيب أنا هسأل حضراتكم سؤال آخر في حرب 48 كم كان عدد المليوش العربية؟ لا أحد يعرف بالتحديد طيب أنا هسألكم سؤال آخر طيب حرب 73 مثلا ليه حرب مفروض أن فيها انتصار يعني ممكن 48 بعيدة شوي طيب حرب 73 من الجيش المصري اللي كان موجود أو الجيش السوري كان كام؟ اللهي ما حدش فينا يعلم يعني حتى الإجابات في حد كاتب دلوقتي من 30 إلى 50 ألف يعني اختلفنا في كام؟ في 20 ألف يا الله يعني الغزوة اللي حصلت من ألف آه صحيح هو 33 ناس انتصار لكن هو انتصار شكري لكن يعني أنا بضرب المثل بحاجة حصلت في 73 يعني معنى كده إنه ما عداش عليها ميت سامة لسه ورغم ذلك إحنا لم ننجح في أن ننقل للأجيال التي تأتي من بعدنا هذا الرقم حتى إحنا نفسنا لا نعرفه لكن الصحابة وهم أميون استطاعوا أن ينقلوا إلينا عدد المسلمين في غزوة بدر نحن كلنا نعرف أن في غزوة بدر كان النبي صلى الله عليه وسلم يفضي الكافر بأنه يعلم عشرة من المسلمين القراءة والكتابة إذن معنى ذلك أنهم كانوا لا يستطيعون القراءة والكتابة في مجملهم كان عدد من يقرأ ويدكب عدد محدود جدا إذن هؤلاء الأميون استطاعوا أن ينقلوا إلينا هذه المعلومات بدقة شديدة والأرقام بدقة شديدة ونحن لا نستطيع أن نكون في مثل هذه الدقة شيء أمر غريب جدا ونحن لدينا الكمبيوتر ولدينا الأجهزة ورغم ذلك لا نستطيع أن نصل إلى ما وصلوا إليه من الدقة فإذن هناك شيء تناقض غريب جدا بين ما نحن فيه وحنى ووضعنا وبينما يبقى المفروض أن نكون فيه حقيقة أن من يجهل التاريخ من يجهل تاريخ أمي هو يعني بالضبط أنا أشبهه بفاقد الزاكرة الشخص حينما يفقد الزاكرة ليست المشكلة لديه أنه يجهل الأمس يعني فيه أخي يقول أن هو يعني الأرقام دي صعب لكن أنا بضرب بها المثل حقيقة بضرب المثل بأنه حتى بالتقريب أحيانا لا نستطيع يعني أنا أقدر أحط يدي أشير إشارة واضحة جدا على المكان اللي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم والجيش المسلم في غزة بك يعني لو أنا أمامي الآن الخريطة وفيها بئر ذدر أستطيع أن أقول هنا كان يقف النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لكننا لا نستطيع بنسل هذه السهولة أن نتحدث عن أي معركة دارت في التريف الحديث يعني إحنا عندنا معارك كثير حصلت في التريف الحديث لا نستطيع أن نتحدث عن أي منها بمثل هذه البساطة لسبب بسيط جدا أن لا أحد يذكر هذه المعلومات لنا لأننا قدامنا كتب كثيرة لا تتحدث إلا عن تحليلات وكذا لكن لا تذكر لنا كثير من الحقائق التي نرجع إليها الحقيقة هناك مفارقة غريبة جدا أنا كنت أتكلم أحضرتكم على أن الإنسان الذي يجهل التاريخ أو الأمة التي تجهل التاريخ هي أمة فاقدة للذاكرة مشكلة فاقد الزاكرة ليست أنه نسى الأمس هذا هو الأصل لكن مشكلته ليست أنه نسى الأمس مشكلته أنه لا يستطيع أن يعيش اليوم ولا يستطيع أن يأخذ قرار للغند هذه هي المشكلة الكبرى له أنه لا يستطيع أن يعيش لأنه بلا ماضي فالأمة كذلك تصدف خدان نذاتهم وقود حضرتكم وقود إقبال الشباب بصفة خاصة على العلم والدراسة ده معناه أن الأمة لم تموت ولكن هناك حراك كبير جدا ما بين فئات الشباب للتعلم وكذا تعلم التاريخ حقيقة لابد أن يصاحبه وأن أراد أن يدرس التاريخ وأن أراد أن يتخصص في التاريخ لابد أن يصحبه بعض الأمور التي يجب أن يراعيها الشخص الذي يدرس التاريخ سنعرّج عليها سريعا وأنا تمنى أن الإخوة ينزلوا المادة سريعا لأن بعد هذه النقطة سنبدأ في عرض الصور يعني أولا هو في دراسة التاريخ نعم نعم خلاص ما فيش مشكلة القواعد خلاص القواعد التي من الضروري أن يراعيها دارس التاريخ أو المتخصص في التاريخ أول شيء الدقة الدقة في النقل وهذا الأمر يعني نحن يعني الدقة في الأمر ده يعني نحن أهل الدقة لأننا نحن يعني من عرف عنا كأمة علم علم الرجال الحديث علم الرواية عن فلان عن فلان فالدقة في النقل أحيانا كثير جدا واحد يرى في بعض الكتب وقعة معينة نجدها موجودة ومنتشرة وهذه الوقعة نجد في النهاية أن لها مصدر واحد يعني التاريخ ووقائع التاريخ لا تأخذهم مصدر واحد لابد أن يكون هناك أكثر من مصدر وأكثر من مصدر مختلفين عن بعضهم البعض أمر آخر غير الدقة والأمانة الأمانة في النقل للأسف الشديد كثير من المتحدثين عن قضايا القضايا العامة يعنيه بالضرورة أن تكون روايته الرواية التي يرويها للناس أن تكون مشوقة أكثر وأن تكون جاذبة أكثر فقد يخرج عن طاق العلم وعن طاق التدقيق لأنه يريد أن يلفت الأنظار أو يتحدث هذا الكلام كان يقوم به القصاص قبل ذلك حينما يرويون قصة أبو زيد الهلالة ويؤلفون القصص لكن من يروي التاريخ لابد أن يكون دقيقاً حتى لو كان هذا الذي يرويه لا يعجبه أو لا يتماشى مع هواه من الأمور الهامة في دراسة التاريخ ودراسة الوقائع التاريخية أن يكون الإنسان له إمام بالصورة النهائية يعني إيه الصورة النهائية يعني نتخيل كده أن التاريخ أو دراسة جزء من التاريخ وطبعاً التاريخ كله مرتبط ببعضه لكن دراسة جزء من التاريخ نتخيل أنه كأنه بازل تعرفون لعبة البازل بتاعة الأفصال يشبكون البازل هكذا وقطع يدخلوها بعضها عشان تظهر مادة في النهاية رسمة رسمة كبيرة يعني نتصور إنسان ينظر إلى بعض القطع من البازل وهي لم تركب بعد فيجد ورد، ظهور فحينما يرى هذه الظهور يقول أن هذه الصورة، صورة البازل هذه لحديقة الحقيقة أن الأمر يكون غير ذلك تماماً يكون هذه الظهور مفرش من ضد فيكون هو يحكم على شيء خاطئ بالمرة لذلك هناك بعض المقائع التاريخية حينما ننظر إليها من مجموعة واحدة أو ننظر إليها ببساطة مش عايز أقول بسازاجة قد نحللها بطريقة غير صحيحة يعني كمثل بسيط جداً إن لو دخلت حجرة معينة الحجرة دي فيها كراسي وفيها منضضة كبيرة وفيها منضضة صغيرة وفيها مكتبة وفيها على المنضضة يوجد فازة يوجد مثلاً وعاء صغير طفاية سجاير مثلاً أو شيء في حلوة فأنا أترك محتوالات الغرفة كلها وأخذ هذا الشيء فقط وأسهد في وصفه فيتخيل الإنسان الذي يسمعني أنني حينما أدخل الغرفة سأجد هذا الأمر طب وأين كل الأمور الأخرى؟ فلابد أن يكون للدارس بالتاريخ له نظرة كلية للأحداث وهناك سزاجة لابد أن نبعد عنها مثلاً أن فلان فلان يجرد هذه الحملة الكبيرة لماذا؟ لأنه كان يريد شيء بصيف يزاير يعني مش ممكن هذه الأخطاء يقع فيها الكثيرون ولابد أن نتوخى الدقة الشديدة في هذا الأمر طبعاً أنا لا أريد أن أصير في هذه المقدمة لكن أقول أن في النهاية لابد أن يحتسب الإنسان الدارس للتاريخ يحتسب الوقت الذي يقضيه في الدراسة يحتسب فيه الأجر عند الله سبحانه وتعالى ويعتبره نوع من الجهاد كثير من الأوقات أعتبر أن السهر بالليل في تجميع مادة ودراسة مادة وكذا هو لون من ألوان قيام الليل لأنه علم وأن هذا الأمر أمر يهام للأمة يعني حقيقةً نحن لابد أن نجبر كسر يعني شاركنا فيه كثيراً أنا لا أريد أن أحمل غيري ونحمل غيرنا لكن هالخطأ موجود القضية الفلسطينية قضية أصلاً في اهتمام الكثيرين في الأمة وخاصة أبناء الطيار الإسلامي مثلاً في بؤرة الاهتمام منذ أجيال يعني منذ عشرات السنين والقضية ساخنة ورغم ذلك الأجيال الحديثة الأولاد الصغيرين والشباب الصغيرين الآن حينما نسألهم نجد أنه لا يعلمون شيء عن فلسطين المعلومة غائبة تماماً ماذا أورصنا هؤلاء؟ ما هو الذي ورثوه منا؟ حقيقةً نحن تكلمنا عن فلسطين كثيراً لكن العلم عن فلسطين ليس بالكثير وهناك بعض الدول ربما تكون لها سرق شوية يعني لها السرق لأنها في قلب الحدث يعني مثلاً إخواننا في الأردن يعني لهم علاقة وثيقة بفلسطين فهناك معلومات كثيرة نجدها عندهم طب نحاول بقى نبعد شوية يعني نبعد عن الأردن نشوف مثلاً في لبنان وسوريا ممكن نجد معلومة لكن بدرجة أقل شوية من إخواننا في الأردن نروح مصر نجد السباب لا يعلم يعني إلا قشور عن الفلسطينية رغم العاطفة الجياشة تجاهها نبعد بقى شوية نجد مفيش معلومة مطلقاً لا توجد معلومة من الأصل فحقيقةً نحن لدينا يعني صغرة في هذا الأمر أن المعلومة عن فلسطين ليست موجودة رغم وجود العاطفة الشديدة يعني لا أطيل عليكم أكثر من ذلك في هذه المقدمة البسيطة أحببت أن أضع فيها بعض الأسس والأمور الأولية في دراسة التاريخ عامةً ودراسة قضية فلسطين بصفة خاصة يعني إحنا زي ما إحنا شايفين أمامنا حالياً توجد خريطة هذه الخريطة هنجد فيها الجزيرة العربية يعني في حد يعلق يقول نقصد الاهتمام العلمي للعاطفي إحنا العاطفة عندنا ما شاء الله لقوة إلا بالله العاطفة موجودة في كل بلاد المسلمين مش أقول كل بلاد العرب فقط ولكن يعني بلاد المسلمين نجد أفوالنا في أندونيسيا في ماليزيا عاطفة غير عادية يعني أنا زرت في مرة جامعة أفريقيا في السودان في الفرطوم وكان فيها شباب من مختلف بلاد الأرض من كل الدنيا فوقعت بأن من ينشد لفلسطين شاب من طايلاند وأن الفريق الذي أتى من بعد يرتدي في الكفية الفلسطينية ويتغنى بفلسطين كانوا من أندونيسيا يعني شيء غريب أنا والله يعني بكيت تأثراً من وضعه من قراءة مطلع صورة الإسرائيل اللي قرأوا أخ من جزر الكمر يعني العاطفة موجودة لكن هي المشكلة في العلم والعاطفة بدون علم هي عاطفة قابلة لأن تخفض في كثير من الأوقات وتحتاج إلى مدد كل فترة حتى تشتعل أو حتى يتذكر الإنسان وممكن يأتي أحداث تنسي الإنسان هذا الأمر لكن العلم لابد يكون لدينا علم بهذه القضية فنجبر كسر ونسد صغرة حينما نتحدث عن تاريخ القضية الفلسطينية بعلم وليس بعاطفة كما نرى قدامنا خريطة بناد الشام فلسطين هي جزء من الشام ولدينا تقسيم قديم معروف أن هناك ما يعرف بالجزيرة العربية حتى لو لم تكن حدود الجزيرة العربية ترسم باليد يعني لا نستطيع أن نقول أن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك حدود ترسم باليد الجزيرة العربية وهناك مصر وهناك بلاد الرافدين وهناك الشام بلاد الشام كان قديما الأماكن ما بين الدول وبعضها أو ما بين المناطق وبعضها لا ترسم بخطوط يعني هنا كانت تعرف بالتخوم يقال التخوم فارس وتخوم الروم أما الآن هي تعرف بالحدود فما هو الفرق بين التخوم والحدود الحد هو خط لكن التخوم هي منطقة فكان هناك منطقة اللي هي تعتبر المنطقة المحيطة بالدولة يعني دولة فارس المنطقة المحيطة بها كانوا يفعمدوا أنهم يجعلوا فيها قبائل موالية لهم لكن ما فيش خطوط ما كانش فيه حدود لكن كان فيه تخوم لذلك لما تكن ترسم الفرائط بحدود ما كانش فيه خرائط يعني كان مجرد أن هي أماكن متعرف عليها فبلاد الشام مصطلح قديم جداً أن هناك شيء اسم بلاد الشام فبلاد الشام كانت منطقة في ما يطلق عليه الآن سوريا ولبنان والأردن وفلسطين وجزء كمان من سيناء أحياناً كان بيدخل فيها فهذه بلاد الشام دي بلاد الشام ما كانش فيه حاجة لإسمها فلسطين لم يكن هناك دولة تسمى بفلسطين وده الحقيقة فرق كبير ما بين يعني هنلاحظوا بعد كده في تفاصيل التاريخ نقلب الشريحة نجيب الشريحة الوراها أم أنا اللي هقلب أشعرف هل أنا اللي هقلب أم أنا اللي هقلب أم أنا اللي هقلب أم أنا اللي هقلب أم أنا أم يعني إحنا طبعاً مش هنقدر نحنا نستعرض التاريخ بتاع فلسطين من الألقاء نحنا نتكلم عن التاريخ الحجيس لكن على وجه العموم دائماً كانت فلسطين كانت صحيح إنها جزء مالشام لكن كانت في الحكم كانت غالباً تكون تابعة لمصر أخت بتسأل مصر تبعلي بلاد الشام لا أنا بقول فيه جزء من مصر كان بيدخل في بلاد الشام جزء من سيناء كانوا بيعتبروه من الشام في أوقات وليس في كل الأوقات كانوا بيعتبروه أجزاء منها من الشام يعني ما كانش فيه حدث مع سوريا ولا لبنان ولا الأردن صحيح الكلام لكن كانت هذه كمناطق كانت فيه مناطق فيه منطقة اسمها فلسطين يعني اسم فلسطين اسم قديم لكن لم يكن يطلق على دولة لم يكن يطلق على منطقة محددة بعينها صحيح العريش زي ما كتير بيعنقه فعلا العريش كانت أحيانا بتعتبروه كذلك من مشام لكن منطقة فلسطين معروف فلسطين كان بيطلق عليها اسم آخر كان بيطلق عليها سوريا الجنوبية يعني معنى كده أنه فيش طب إحنا قدامنا دلوقتي الخريطة بتاعة الدولة العثمانية خريطة الدولة العثمانية هنجد أن منطقة فلسطين المتعارف عليها حاليا بفلسطين هنجد أن فيه جزء منها اسم سنجك القدس الشريف اللي هو لونه أبيض زي ما حضرتكم كده شايفينه اللي فيه مدينة القدس أما الشمال الفلسطيني كان اسمه ولاية بيروت الشمال الفلسطيني كله يعني من أول من شمال القدس بمسافة صغيرة هي كما يبدو عندنا حتى يعني ولاية حلب كل ده اسمه ولاية بيروت إذن فلسطين هي عبارة عن جزء وسي منها تابع للجنوب وجزء شمال إذن لم يكن هناك شيء اسمه فلسطين كدولة فكانت فلسطين هي جزء من الشام وكانت بتخضع للتقسيم حسب التقسيم الإداري اللي هو تقسيم محافظات يعني سواء كانت المحافظات دي يطلق عليها اسم لواء أو قضاء أو سنجك سنجك القدس الشريف وهو سنجك القدس ده كان له حيثية لوحده أنه كانت تابع للباب العالي مباشرة فيعني كانت التقسيما دي ممكن تتغير الخط الإداري ممكن بيتغير لأنه ليس حدود دولة ولكنه مضرد خط إداري تنظيمي فقط فإحنا كما نرى في فريطة الدولة العثمانية أن فلسطين كانت جزء من الشام لم يكن لها حدود معروفة أنها كان مكان محدد طيب الكلام ده في مطلع القرن العشرين كان هذا هو وضع الشام وضع الشام عن نتن ووضع فلسطين في الشام حقيقة وضع الشام في زلد الدولة العثمانية كان بالفعل في نهاية الدولة العثمانية في فداية القرن العشرين كان وضع إلى حد الجير مزري كان هناك أولاة تابعين للدولة العثمانية مثلا نعرف عن جمال باشا والي سوريا حتى معروف أنه علق المشانك للقادة والزعماء في المنطقة وعلق لهم المشانك في سنة 15 يعني بواقع مشهورة جدا معروفة كان إلى حد ما وضع مزري والحقيقة نحن لا نقدرش نتكلم عن القضية الفلسطينية في بداية القرن العشرين إلا حينما نتحدث عن الدولة العثمانية من مواصفات دراسة التاريخ أنه لا يوجد شيء اسمه حياد في دراسة التجفى لا يوجد شيء اسمه حياد يعني لا نستطيع أن نقول أننا سندرس التاريخ بحياد يعني لا يوجد شيء اسمه حياد في الدراسة الدولة العثمانية هي أكثر مثال يمكن أن يضرب عن هذا الذي يسموه حياد خادع لا يوجد شيء اسمه حياد الدولة العثمانية نحن لدينا من ينتقد الدولة العثمانية انتقاض شديد جدا بالدرجة التي يعني يجعلها هي قص الجلاء وأنها كانت احتلال ويذكر سوءاتها ويعني يذكر فيها أنها كانت السلاطين مثلا والأفعال بمتوعهم وأنها كانت يعني كما لو كان بلطاجي لكن بلطاجي مسلم دول اللي بيزموها يأتي على النقيد والطرف الآخر من يمتدح الدولة العثمانية أتكلم عنها عن أنها حمية حمى الإسلام وأنها هي التي يعني تحفظ بيضة الدين وأنها يستشهد طعم بمئة سرها وحميتها للإسلام والدين ومقدمات الكتب نجد فيها حافظ الله وآله عثمان وأدامهم حماية للدين وحافظين لبيضة الإسلام هذا موجود في مقدمات الكتب يعني هنجد أن من يستشهد أن الدولة العثمانية سجيئة يستشهد أن الولاة كان فيه ظلم وغور وفساد وفيه ناس تانين يقولوا لا جماعة ده كان اللي بيظلمه دول دول محسوبين على الجماعة اللي هم بتوع التركية الحديثة والاتجاه الآخر وما كذا صحيح فيه ناس كتير بيتكلموا دولاتي أهو على الخلافة أنا يعني لا أتحدث عن الخلافة لكن أنا أتحدث عن الدولة العثمانية الخلافة هي كلمة تطلق على من يحكم في وقت يعني من يحكم مسلمين فكان الخلافة دي في وقت من الأوقات هي خلافة أموية خلافة عصمانية عباسية فيه خلافة مملوكية وهكذا لكن أنا بتكلم عن الدولة العصمانية تحديدا الدولة العصمانية ظلت ست كرون ست كرون يعني معنى ست كرون لا يمكن أبدا أن نحكم عليه حكما واحدا بالتأكيد كان فيه في بدايتها شيء وفي فترة قوتها شيء آخر وفي فترة ضعف النهائية شيء كالد حتى السلطان عبد الحميد لا نستطيع كذلك أن نتحدث عن الدولة عن الخضية الفلسطينية في مطلع القرن العشرين غير لما نتكلم عن السلطان عبد الحميد السلطان عبد الحميد هو نموذج مصغر للدولة عصمانية نستطيع أن نجد المادحين المادحين للسلطان عبد الحميد غالبا هم ذو الاتجاه الإسلامي الذي يذكر السلطان عبد الحميد أنه قال لأن يقطع المضع في جسده خيرا من أن يقطع جزء من فلسطين وأنه رفض إغراءات السهينة وهدزل يعطيهم أي شيء وهكذا أن يزم السلطان عبد الحميد يتكلم عنه بأنه هو السلطان الأحمر ما هو سبب بسمية السلطان عبد الحميد بالسلطان الأحمر لأن لا لا يوجد خلافة مملوكية لا الممليك بيبرس جاء الخليفة العباسي وخلاه موجود بحيث أنه هو صحيح الخليفة منظر يعني يوجوده كمنظر يعني كشرفية لكن كانت كانت تعتبر الخلافة تدار من الدولة الأصمانية من الدولة المملوكية حتى لو لم تكن فيه خلافة مملوكية لكن أنا أقصد أنها كانت هي التي تقود المسلمين في ذلك العباسيين أعطوهم الشرعية فعلا من خلافة السلطان عبد الحميد يسمونه السلطان الأحمر عشان إبادة الأرمن بعض الناس يقول لا إبادة الأرمن دي لم تحرص بل إن بعض الناس يتحبثون عن السلطان عبد الحميد عن أنه ثمي بالسلطان الأحمر لسبب آخر أنه كان يعطي اليهود في الكدس جواز سفر لونه أحمر حتى مدته محددة كان لهم مدة ثلاث شهور وبعدين أخفضهم وخلاهم شكر فلما هذه المدة سواء كانت ثلاث شهور في فترة أو شهر في فترة أخرى لكن هذه الفترة لما كان يفسرها اليهودي فكان يعني يبرز لما يجيز يجدوا فيه اللون الأحمر ممين سيعرفوا أنه يعني يهودي صحيح الكتاب اليهودي اعترفوا أن السلطان عبد الحميد هو من أشد المدافعين عن فلسكين دي حقيقة لكن نقول أن التاريخ ليس فيه حياد هنجد هناك من يزم السلطان عبد الحميد ببعض الأمور التي لا نستطيع أن نرد عليها السلطان عبد الحميد حكم 30 سنة وخلال 30 سنة كان يرفض بشدة أن يكون هناك أي ما يصلى حاليا بالمجالة النيابية كان يحكم بحكم الفرض لا نستطيع أن نرد على هذا الأمر ومن يدرس الدولة الأصمانية يعرف أن السلطان عبد الحميد لم يكن فيه وقت أي مؤسسات في الدولة وكان يحكم بحكم الفرض من يقول ذلك وأنا بقول لحضراتكم أنه مفيش حياد هناك سنجد شخص يكتب باتجاه وشخص يكتب باتجاه وكل منهم له البينة ليس معنى أن الحقيقة غائبة تماما لا لا أحد يستطيع أن الحقيقة غائبة تماما لكن أقصد أن الإنسان لا يستطيع أن يلغي كلام الآخرين ويتمسك بوجة نظر واحدة لابد أن يكون إذا كان عنده دقة وعنده أمانة لابد أن يتطلع على كل الأراء وفي النهاية سيميل إلى شيء لكن لابد أن يعرف هذا الأمر شاب مرة من الشباب أرسل له وهو متأثر تأصد شديد جدا سمع حد يتكلم عن أن سلطان عبد الحميد كان دكتاتور لا أعلم أن يرد وسمع حد يتكلم عن سلطان عبد الحميد فشعر بشيء من ردت فعله لا أحد لكن الحقيقة أن 30 سنة حكم لا يستطيع أن الإنسان يختزلهم في موقف أو كذا فالأمور تحتاج إلى كثير من الترضي وكثير من المقارنات والإنسان في النهاية يميل إلى شيء في النهاية على حسب الأمانة العالمية التي يحدث فيها هذه الدولة العثمانية خلال هذه الفترة يمكن أن نرى قدامنا رحلات الحج المسيحي للقدس لقد أعلان أولا أن هناك ثلاثة رحلات يومية للقدس والإقلاع من بيروت الساعة كذا والساعة كذا والساعة كذا لماذا؟ لا يوجد حدود لا يوجد حدود ما بين الأماكن وبعضها فكان هناك طيران الشرق الأوسط يطلع ثلاثة رحلات في اليوم لكي تحجي المسيحي لدينا نموذج آخر نموذج سيارة سيارة أوتوبيس نقل مكتوب عليه حيفا حيفا بيروت لا تعارض لا تعارض في أن يكون هناك حيفا بيروت طيب إحنا دلوقتي كنا نتبنى بيروت دي اسمها لبنان وحيفا دي اسمها بلسطين لكن هون فيش لا يوجد حدود تفصل ما بين المدن ومعضها حتى لو كان في حدود إدارية عندنا بقى نموذج آخر يبين لنا أكثر هذا المثل فيه عندنا خط حديد الحجاز خط حديد الحجاز ده زي ما احنا شايفين كده عملته الإمبراطورية العثمانية خط حديد الحجاز ده ماشي بعدش أنا بحاول أثبت الصورة وبترجع تاني معرفة حيني بيفضل ماشي اهو من دمشق ومرورا بيمر يعني احنا كده لو هنقول هنجوه مر ايه باللي احنا نعرفه هنجد ان هو هيمر في سوريا وهيمر في لبنان وهي او يمكن في سوريا ويدخل على طول على فلسطين في داخل هواتف عكة مش مرر بلبنان داخل العكة والنبلس ومرورا بعمان اه يعني دخل كده لأردن وبعدين طلع ودخل بقى الحجاز نفسها لغاية انتهاءا بالمدينة المنورة ده خط حجيد الحجاز فنفيش حدود ما بين سكة القطار كان تمتز من اسطنبول انا بتكلم على المنطقة العربية يعني هو بتبدأ عندنا في سوريا دخلت عندنا في سوريا لكنه كان ببنان خط حجيد معروف اسمه بي بي غير خط حجيد الحجاز بي 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 ده كان برلين بغداد يعني مفيش مفيش ما يحد انهم يعني اتحركوا كيف يمعيش احنا عندنا المحطة الاولى الكبيرة اللي هنتكلم عنها هي الحرب العالمية الاولى الحقيقة دراسة الحرب العالمية الاولى والتانية من الامور يعني الهامة جدا في التاريخ الحديث يعني انا اعتقد ان اللي لا يدرس او يعرف ولو حتى امور بصوته عن الحرب العالمية الاولى والحرب العالمية التانية يعني هيجه الكثير من الحقائق ويشعر بانه يعني فيه حالات كثيرة غيبة عنه مش هيعرف لها معنى مش هيعرف لها تفسير الدولة العثمانية دايما قلت لحضراتكم هي ست قرون كان في وقت من الاوقات كانت بريطانيا وفرنسا بسكرة فرنسا في اوروبا يعني كانوا يعني اكثر ما يخافوا منه رغم ان كان فيه دائما منافسة ما بين انجلترا وبين فرنسا لكن اكثر ما كانوا يخافوا منه هو الامبراطورية الروسية الامبراطورية الروسية تتوغل وتأتي إليه فكانوا يجدوا في الدولة العثمانية حاجز طبيعي يحول بين تمدد الامبراطورية الروسية لذلك في فترة طويلة جدا في القرن التسعتاشر يعني نهاية القرن التسعتاشر كانت انجلترا وفرنسا كانوا بيدعموا الدولة العثمانية دعم حقيقي دعم حقيقي يعني دعم شديد جدا لدرجة انهما كانوا عندهم استعداد انهما يحربوا بالوكالة عن الدولة العثمانية يعني التاريخي حظ لنا حرب معروفة باسم حرب القرم أو حرب القرم هذه الحرب كانت في منتصف القرن التسعتاشر سنة الف وتممونية ايه هذه الحرب في منتصف القرن التسعتاشر كانت مفروض انها بين الدولة العثمانية وبين روسيا الدولة العثمانية يعني كان اصابها الضعف في هذه الخطرة فكانت روسيا شكلها كده هتكتاح الدولة العثمانية فكانت النتيجة ان انجلترا وفرنسا حربوا بالوكالة عن الدولة العثمانية ودخلوا يعني الاسطول الانجليزي والفرنسي دخلوا الى البحر الاسود يحربوا مباشرة روسيا وبالفعل هزموا روسيا هزموهم وفي الاخر هو مين اللي هزم روسيا يعني مين اللي بيقال عنه انه هزم روسيا يعني يعني في اخونا هزم كاتب ان انجلترا وفرنسا حربك الى جانب الدولة العثمانية حقيقة هي لم تحارب الى جانب الدولة العثمانية ده هي كانت تحارب بنفسها مش الى جانب يعني في بعض الحروب ما هو الحرب تبقى عبارة عن يعني جوالات في بعض الجوالات لم يكن فيه موجود اصلا للدولة العثمانية كانت الحرب مباشرة بين الانجليز والفرنسويين من ناحية وروسيا من ناحية اخرى هذا الامر ليس حبا في الدولة العثمانية لكن هم كانوا يجدوا ان الدولة العثمانية هي الحاجز الوحيد الذي يمنع الانبراطورية الروسية من التمدد في اوروكا هذا الامر في نهاية القرن التسعتاشر صحيح اخونا يا هيسم ومن الجيش العثماني شارف في الحرب ومشاركة فعالة لكن انا بقول لحادثك ان بعض المعارك دارت ما بين الاسطول الانجليزي وبين الاسطول الروسي لم يكن فيه عثمانيين اصلا لكن الجيش العثماني بالتأكيد حارب لان انتش حرب دي على ارضه لكن الجيش الانجليزي والفرنسي وخاصة الاساطيل حربت بالوكالة عن الدولة العثمانية ما كانتش مستنية الاوامر ان تأتيها من صاحب الارض اللي هو الدولة العثمانية ولكن كانت تتحرك بفعالية هي بنفسها من هذا الامر يعني هذا الامر تغير في نهايات القرن التسعتاشر سبب التغير ان بريطانيا وفرنسا بدأ يحصل بينهم وبين روسيا نوع من انواع التقارب يعني احنا نتفق ونتصالح مع روسيا وبالعكس في هذه الحالة احنا كلنا المستفرين ان احنا ننقسم الدولة العثمانية علينا يعني بدأت هذه الفكرة تبدو اكثر وداها من ان احنا نظل ندعم في الدولة العثمانية ولذلك طلع يعني بمصطلح الزجر المريض او كذا ان هو الافضل لنا بدل ما نحنا نقدر نصدر في الدولة العثمانية تمنع التمدد الروسي طبعا احنا نتحالف مع روسيا فتكون النتيجة ان احنا لما نتحالف مع روسيا ان احنا ممكن نقسم ما بيننا الدولة العثمانية الدولة العثمانية في ذلك الوقت وجدت انه لابد ان يكون هناك بديه فيه طبعا لو تعرفوا حضراتكم ان فيه حاجة اسمها الوفاء الوددي الوفاء الوددي ده حصل ما بين بريطانيا وبين الامبراطورية الروسية في البداية كان سنة 1904 وبعد ذلك حصل ما بين المفاق الوددي اسوى بين بريطانيا و فرنسا وهما نفسهم تصلحوا وبعدين في 1907 بريطانيا و روسيا وخلاص بقينا حبايب احنا نتفق احنا مع معنا احنا نحتاج لحد يعمل لنا بفر زون بيننا المصطلح بفر زون ده مشهور ان هو المنطقة الحاجزة يعني مش عايزين حاجز ما بيننا وبين روسيا لان خلاص احنا احنا شرها الحقيقة كان لابد للدولة العثمانية انتاج الحليف بديش وكان الحليف البديل ده هو المانيا ولذلك يعني نقدر على ضوء هذا الكلام نفسر حاليا مثلا ان احنا نعرف ان الاكبر جالية في المانيا هي الجالية التركية حاليا حتى الان يعني حتى كان فيه مثل كان بيقال ان لو المانيا لعب التركية في ماتش كورة فلابد وان يعني نسمع الضديج في الشارع الالماني لان لو المانيا فازت يعني هتكون النتيجة ان الالمان هيحتفله ولو تركيا فازت هتكون النتيجة ان احنا هنسمع برضو يعني الضديج لان الجالية التركية وهي اكبر جالية موجودة في المانيا هتعمل برضو نفس الشيء وزي ما قلت لحضراتكم من اللحظات ان كان فيه حاجه اسمها خط سك حديد بي بي برلين بغداد يعني وصل الحال ان هما يعني يتفكوا على ان يكون فيه بينهم وبين بعض خط حديد طبعا تعرفين من تسهيل المواصلات ده يعني يعني شيء بيسهل الاتصال والتواصل بين دولة واخرى الحرب العالمية الاولى انحاذت فيها تركيا لالمانيا واصبحت الحرب يعني ما بين تركيا والمانيا في جهة وربها الحلفاء اللي يسمعوا المحور وربها الحلفاء اللي هما بريطانيا وفرنسا يعني يعني الحرب العالمية الاولى هي الميدان الاول اللي ممكن نشوف فيه تطور يعني وضع فلسطين وانتقالها من الدولة العصمانية انها تنتقل الى حوذة بريطانيا خلال الحرب العالمية الاولى كان بريطانيا بتبحث عن عن شخص او عن جهة تخترط بها الدولة العصمانية من الداخل طبعا حالكم عارفين ان مصر كان في ذلك الوقت كانت تابعة للدولة العصمانية اسما لكن هي كانت الاحتلال البريطاني موجود فيها من سنة 1882 فكانت انجلترا موجودة بالفعل في داخل املاك الدولة العصمانية فلذلك يعني احنا نعرف اصلا في وقت في اثناء الحرب العالمية الاولى كان تركيا اعلنت الحرب على اعلنت الحرب على العدو اللي هو اللي هو بريطانيا لكن مصر في ذلك الوقت كانت تابعة البريطانيا كان الوضع فيها غريب جدا ان السلطان العصمى في الوقت اللي بيعلم فيه عن الجهاد ضد الانجليز الانجليز هم المسيطرين على مصر فيجي الانجليز ويعزله الخليبي في ذلك الوقت انه هو عباس حلمي الثاني ويحله محله عمه لان عمه هو المقرب اليه وهو الافضل حتى ان عمه ده كان اسمه حسين فاطلقوا عليه لقب سلطان قالوا لا خلاص انت مش محتاج السلطان العصماني بحاجة مش محتاج الباب العالم احنا نخليك سلطان وذلك معروف انه هو السلطان حسين هو حسين كابل يعني رغم انه هو يعني يعني ما كانش مش للدرجات دي يعني سنة كام ام انا بقول الحرب العالمية الاولى بداية من 1914 في لغاية 1918 فهذه الوقاعة كانت في سنة 1914 في بدايات الحرب يعني الكلام ده في اول لا السلطان حسين ده حاكم مصر وليس الشريف حسين احنا ليس مكنا نناش خالص على الشريف حسين فده وضع مصر لكن هما من خلال وجودهم في مصر وخلال وجود الانجليز في مصر كانوا عايزين يبحثوا عن شخص هذا الشخص يخترق الدولة العثمانية من داخلها فالحقيقة هما وجدوا هذا الشخص هذا الشخص هو السلطان هو الشريف حسين الشريف حسين هو شريف مكة كان حاكم مكة هذا الرجل كان له طموح وكما قلنا نجد من يدافع عنه وكذلك من الأشخاص المحيرين جدا في دراسة تاريخ في ذلك الوقت يعني هناك ناس يقولون جماعة كان في فساد وهو كان يريد ان هناك ناس تعترض على فكرة أنه لا حياد وفعل لا يدرش على حياد لا أستطيع أن نحايد، لكن الحقيقة هو أن الشريف حسين هناك من يدافع عنه يدافعون عنه بأنه كان يرى الظلم الموجود من الأولاء العثمانيين وكذلك كلام مردود عليه، أنا أذكر بحضراتكم هل هناك ناس يقولون أنه لم يدادوا شخص يدافع عن الرجل؟ لا، هناك من يدافعون عنه أنا قرأت من يدافع عن الرجل نتكلم دلوقتي على الشريف حسين شوية عشان نعرف ما هو موضوع الشريف حسين الشريف حسين زي ما قلت لحضراتكم هو رجل له طموح لأنه رغبة أنه يقوم بعمل دولة عربية مستقلة هذه الدولة العربية المستقلة طبعا هو يكون الحاكم بتاعها بريطانيا وجدت بغيتها في هذا الرجل أنه له طموح وهي تريد شخص بهذه المواصفات يعني مين اللي ممكن هو يعمل حاجة زي كده؟ طيب خلاص، صدروا له واحد اسم السير مكمهون ده كان نائب بريطانيا في مصر وأوكلوا إليه مهمة الاتصال بالشريف حسين ولكن في التاريخ رسائل معروفة برسائل حسين مكمهون دول عبارة عن عشر رسائل في حد يسأل هو كان في الأردن، لا هو كان شريف مكة يعني هو كان حاكم مكة وليس موجود في الأردن مكمهون ده كان في مصر، ده كان ممثل بريطانيا في مصر وكان مهمته أنه يتواصل مع الشريف حسين حصلت مجموعة رسائل زي ما قلت لحضراتكم رسائل عشر رسائل بين السير مكمهون وبين الشريف حسين من طرف الشريف حسين وخمسة ثانيين من طرف السير مكمهون بحية الرسائل ده رسائل غريبة في الشكل يعني عجيبة يعني رسائل يعني حاجة تستحق أنها يعني ننظر فيها يعني احنا بس نشوف الخريطة اللي موجودة ظاهرة عند حضراتكم قصاد السورة الشريف حسين هنجد إن هي دي في عبارة عن خريطة عن تصور الشريف حسين عن الدولة العربية المستقلة هنجد إن الدولة العربية المستقلة دي هي كل الجزيرة العربية كل أغلى كل بلاد الرافدين اللي هي العراق كلها وكل الشام كلها دخولا في ما يعرف الآن بتركيا يعني داخل فيها جيد جدا من اللي يعرف حاليا باسم تركيا الخريطة دي موجودة في مزافرات الشريف حسين ومؤرخة بـ 14 يوليو 1915 احنا نشوف بأحكاية الرسائل دي الرسائل دي بدأت من يوليو 1915 وانتهت بمارس 1916 هنشوف مش هنقدر طبعا نطلع على الرسائل كلها لكن أنا جبت لحضراتكم نموذج من رسالة من رسائل سير هنري متنهون مؤرخة في 30 أغسطس 1915 بيقول له إلى السيد الحسيب النسيب سلالة الأشراف وتاج الفخار وفرع الشجرة المحمدية والدوحة القراشية الأحمدية صاحب المقام الرفيع والمكانة السامية السيد بن السيد والشريف بن الشريف السيد الجليل المبجل دولت له الشريف حسين سيد الجميع أمير مكة المكرمة قبلة العالمين محط الرجال المؤمنين الطائعين عمت بركته الناس أجمعين إيه ده؟ يعني أنا بس أسأل حضراتكم هذه الرسالة هل هي كتبت بالإنجليزية يعني مش هو متنهون ده برضو يعني السيد متنهون ده هل كان ليتحدث بالعربية؟ متأكيد لا هو بتكلم الإنجليزي ولو بتكلم عربي هيتكلم العربي اللي هو المكسر يعني فهي بالتأكيد لم تكتب بالإنجليزية وتترجم مش ممكن يعني في حد يعرف يكتب الكلام ده بالإنجليزي هي الدوحة القراشية دي تبقى اسمه إيه بالإنجليزي يعني؟ ده تريق القريش؟ مفيش حاجة اسمها كده مش ممكن يعني مفيش حاجة هذا الكلام ده لا يكتب إلا بالعربية هو أخونا هيسن بيقول ممكن كان عنده كاتف لا ده هو بالتأكيد كان واحد من الجالسين في مطبخ القرار بيكتب بالعربية بالتأكيد فبالتالي احنا نستطيع أن نخمن أن هذه الرسالة أو هذه الرسائل كانت بتكتب في مطبخ المطبخ ده يعني أصلا هو مش مطبخ يعني بيبوخ فيه لكن هو عبارة عن لجنة وكذا مهمتها إنها تضحك على هذا الرجل بأي طريقة وتصل إليه عن طريق نقطة ضعف عنده اللي هو أنه يعني ما راح يعجزهم يكتبوا بقرسايا بالعربي لكن ما يقدروش يكتبوا كده مش ممكن أبدا إن فيه واحد يعني ليست اللغة العربية ليست هي لغة الأمة عنده استطيع يكتب هذا الكلام مش ممكن يعني يعني النهاية أن هذه الرسائل نتج عنها أمرين نتج عنها الأمر الأول النتج عنها أن الشريف حسين رسم هذه الخريطة لتصوره وهم لم يعترضوا على هذا التصور وكانت النتيجة كان فيه جملة جميلة جدا قوي 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 من الرسائل بيقوله أن جلالة ملك بريطانيا العظمى يرحب باسترداد الخلافة يرحب باسترداد الخلافة ورجوعها إلى بلد عربي صميم من فرع تلك الدوحة النبوية المباركة كلام واضح جدا كلام جميل جدا أن جلالة ملك بريطانيا متضرر من أن الحكم العثماني ده حكم دخيل يتمنى أن تعود الخلافة إلى الأصل العربي ويأتي من أي حتة يعني لأتي من الدوحة النبوية المباركة يعني حاجة جميلة جدا يعني هو بريطانيا هتشد الرحال وتحارب مع الشريف حسين عشان من أجل إقامة دولة عربية وتبقى خلافة بس خلافة عربية يعني هم مش عايزين مش عايزين يعني يحشر إلا أن هم يعني يكونوا معادين للخلافة وكذا لكن المشكلة كلها عندهم أن هذه الخلافة هي خلافة عثمانية وهي دخيلة هم يعايزين خلافة عربية فالحقيقة أن هذا الاتفاق ظلوا يتفقوا عليه وبعتوا يعني أرسلوا للشريف حسين رجل جنرال من عندهم هذا الرجل طبعا في فيه حضارات في صورته يعني أجنبي صرفي يعني هو شعر أصفر وعنين زرقة لكن في الصورة المقابلة هنجد أنه يرتدي العقار ويرتدي الزي العربي وهذا الرجل كانت مهمته أنه يعني يبقى معهم كظل لهم يعني فيه كتاب شهير جدا لهذا الرجل اسمه أعمدة الحكمة السبعة هذا الكتاب ذكر فيه هو دليل عبارة عن دليل لكيفية التعامل مع هذه العائلة عائلة الشريف حسين هو الحقيقة وجد ضغيته ليس في الشريف حسين نفسه لكن هو وجد ضغيته في ابن الشريف حسين ابن الشريف حسين هو الابن الأصغر للشريف حسين وهو في السبعة كان يجد في هذا الشاب يعني هو ده اللي يحقق الهدف أكثر من أبوه أكثر من الشريف حسين لأن الشريف حسين اسمه أعمدة الحكمة السبعة هذا الكتاب هذا الكتاب كتاب غريب الحقيقة جدا يعني هنجد فيه إنه هو في هذا الكتاب كان يصف بالضبط يعني يصف الإنجليز يصف القيادة بتاعته بيوصف لهم كيفية التعامل مع العرب ما هو الشيء في حد يسأل عن اسم المؤلف اللي هو لورانس نفسه لورانس وصوية بلورانس العرب طبعاً لأنه كان يلبس اسم الكتاب أعمدة الحكمة السبعة كان يعني مثلاً على سبيل المثال يذكر في الكتاب يعني يقول إن إذا أردت أن أنت ترعى اتفاق مثلاً يعني أنت عايز تريد أن تشرف على اتفاق ما بين الشخص من العائلة الهاشمية كما يتلكون على أنفسهم مع جهة أخر فلابد أن تجلس قبل أن تأتي الجهة الأخرى يعني تقعد الأول معاه وتتفقوا على كل شيء فإذا ما جاء هذا الشخص في حد يسأل عن اسم ولد الشريف حسين ابنه اسمه فيصل الابن الأصغر له اسمه فيصل وفيه الابن الأكبر كان اسمه عبدالله اللي هو جد ملك حسين في الأردن يعني خلينا الوقت في الشريف حسين نفسه كان لورنس كان بيكتب عن طريقة التعامل فيقول يعني إيه إنهي انتهي من جميع التفاصيل كلها قبل أن يأتي الوفد اللي هو هيجي يفاوض أو هيجي يتكلم فإذا ما أتى اسمه تماماً لا تتكلمش خالص لا تتحدث مطلقاً فيصبح يعني هذا الهاشمي هو اللي بيتحدث عن من ذهنه يعني ويبدو الأمر كما لو كان هو السيد المطاع وحتى لدرجة أنه كان بيقول إنه لا تحضر كل الجلسة يعني إذا كنت موجود في الخيمة فتعمد أنك تخرج من الجلسة بعض الوقت حتى يعني تترك الفرصة للشخص الهاشمي أن يستشعر أنه قائد بحق يعني يخذ إلى هذه الدرجة يعني فهو الحقيقة هو وجد ببيته في القائد إنه هو فيصل ابن الشريف حسين ماذا حدث يعني؟ هو عمل إيه؟ عمل إيه مع مع الشريف حسين ومع ابنه؟ الحقيقة هو كان بينزل معاهم كان بيروح معاهم معذرة أنه أنا بحاول أن أنقل أثبت السورة كان بيحاول أنه يعني 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 يتفاهم معاهم إنه يروحوا يتكلموا مع القبائل فكان بحاجة غريبة جداً إنه يروح للقبيلة يكلمهم على إن الترك الدخلاء وإن إحنا لابد يكون لنا دولة عربية ولما يعني يحين وقت هذا الأمر لابد إن إحنا تحطه ديكو في إيدينا فتكون النتيجة هو وطبعاً الشريف حسين أعلن عن الثورة اللي سماها الثورة العربية الكبرى أعلن عنها في 10 يونيو سنة 1916 يعني هو التفهمات دي كلها حصلت في سنة 15 في 10 يونيو أعلن الثورة العربية الكبرى كان الموقف غريب جداً كان يروحوا يتكلموا معاهم ويقولوا لهم إن إحنا عايزين الدولة العربية ويحلفوا على المصحف قادة الذعماء الزعيم القبيلة وكبار القبائل وكذا ويحلفوا على المصحف وبعد ما يحلفوا على المصحف يدوهم الجليل الاسترليني الإنجليزي يعني يدوهم صورة الاسترليني طب يعني ثورة عربية إيه اللي إحنا نوزع فيها الفلوس الإنجليزي دي يعني الشاهد في الموضوع أن استطاع فيصل تحديداً أن يعني كما يقولون أن يقوم بتربطات قام بالتربط وقام بالاتفاق مع كبار القبائل وزعماء القبائل في منطقة سوريا ومنطقة دمشق وكذا استطاع أنه يتفق مع عدد كبير من القبائل ولما يعني جد الأمر يعني قام ب يعني دور رائع جداً فهذا الدور نستطيع أن احنا يعني نلحظه في مراسلات بعد ذلك الغريب أن أثناء هذه المحادثات أثناء يعني أن المحادثات دي حصلت في سنة 15 في نفس هذا التوقيت كانت بريطانيا بتتفق مع فرنسا اتفاق آخر يعني اتفاق آخر مطلقاً يعني اتفاق آخر مطلقاً يعني اتفاق ثاني خالص أن هم هيقسموا الأمر بينهم وبين بعضهم وهو معرف باتفاق سايكس بيكو هذا الاتفاق وصل إلى الشريف حسين وصل إلى الشريف حسين عرفه يعني كما وصل إليه بعد كده كله وصل له لكن هم كانوا يطمئنوا بأن بريطانيا الحليفة لن تقوم بأي عمل يتنافى مع مصلحة العرب يعني نقفذ قفزة كده ونشوف كيف دخل الإنجليز إلى فلسطين الحقيقة الإنجليز دخلوا من مصر إلى فلسطين يعني يعتبر 1917 في جسام يعتبر في الشق الثاني يعني في النصف الثاني من الحرب العالمية الأولى دخول الإنجليز إلى 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 فلسطين يعني له قصة طويلة يعني لا نستطيع أن ندخل في التفاصيل بعضها لكنها تستحق أن نقرأها وهي موجودة في أي كتاب يتكلم عن تفاصيل الحرب العالمية الأولى أن هم حاولوا يدخلوا أكثر من مرة وفي تجارب فشلة مرتوا بها في غزة تحديداً أن أرادوا أن يدخلوا غزة ثلاث مرات وفي النهاية استعانوا بجنرال الجنرال الليمبي فالجنرال الليمبي قدر أن هو فعلاً يدخل فالأول مدينة دخل إليها كانت بير سبع دخل في نوفمبر 1917 دخل بير سبع ومنها استطاع أنه بعد كده أنه يدخل إلى القدس لكن دخوله القدس كان سلماً وسلموله المدينة الحقيقة الجنرال الليمبي كان اعترف هو نفسه وقال أن لولا الدور الذي قام به الجيش العربي الموالي لهم وهو جيش الشريف شسين قال أنه لولا هذا الدور الذي قام به لم يكن باستطاعته أنه يدخل أبداً إلى الشام مطلقاً فقال أنه قطعوا موصلات العثمانيين قبل القتال والشيء المهم جداً أنه فجروا خط ستة حديث قطارات الحجامة أنه هو ذا اللي كان يأتي بالمدد وكان هو ذا الوصلة ما بين المدد بيوصل عن طريقه من الشمال فهم فجروا ومنعوا الدعم التركي بالحجاز وطردوا الجيش التركي من مدن الحجاز واعترف لهم بالفضل حتى أنه كان فيه خطاب أرسله هو الجنرال الليمبي أرسل خطاب رسالة لجزارة الحربية البريطانية في سنة 18 بعد نهاية الحرب يشكر فيه جلالة الشريف حسين يسمى جلالة الملك حسين ملك الحجاز يشكر له الإخلاص والعظيم يعني حاجة جميلة جدا هو مش بيشكر له بس مجرد أنه كان بيساعدهم لكن هو بيشكر له أنه كان مخلص إخلاص عظيم جدا لقضية الحرفاء ومقدرش أنه يغفل فيصر فقال أنه لا أملك نفسي من توجيه عاطر السناء الذي سموه الأمير في فيصر لما أظهروا من براعة في القتال والإخلاص القلبي والأبداع من لثالة ومهارة يعني سبحان الله حاجة جميلة جدا يعني يشكرهم شكرا جزيلا على الدور اللي هم قاموا بيه دخول اللنبي إلى فلسطين لم يشارك فيه كثيرا الشريف حسين أو أولاد الشريف حسين يعني الجيش البريطاني دخل إلى فلسطين من غير مساعدة كبيرة من الشريف حسين وأولاده لكن دخولهم في سوريا وباقي الشام هو اللي كان مهمة وطبعا الانتهاء من مدن الحجاز بالله احنا عندنا هنا صورة قدامنا صورة دلوقتي حضراتكم شايفينها دي صورة الجنرال اللنبي وهو داخل إلى القدس شايفين طبعا الجنرال اللنبي انا هلفت نظر حضراتكم لحاجتين في الصورة دي الحاجة الاولى ان الجنرال اللنبي داخل ماشي على ذلك يعني رغم ان فيه في الصورة في يسار الصورة هنجد واحد بحصان ركب حصان لكن هو حاجة غريبة جدا ان الجنرال اللنبي داخل على رجله الحاجة التانية ان هو واحدة التانية ان ده جيش داخل منتصر جيش البريطاني داخل منتصر وداخل إلى مدينة تعتبر مدينة هامة جدا تبصوا حضراتكم كده على الصورة لن تجدوا في الصورة اي علم مطلقا لبريطانيا دي حاجة غريبة جدا يعني داخل فاتح مدينة لها شأن زي الخدس وداخل من غير ما يركب على حاجة وفي نفس الوقت ما يرفعش علم حاجة غريبة جدا بحية تفسير الكلام ده نعرفه لو شفنا المراسلات اللي حصلت ما بين الجنرال اللنبي وبين القيادة قيادة بتاعته البريطانية ان هو لا طبعا هو مش زي مخونا عامر بيقول ان هو متواضع ابدا يعني هو بعت لهم يقول لهم انا الوقتي اصاد الكدس يعني قولولي اعمل ايه؟ ليه؟ كان فيه حقيقة فيه في الزاكرة حالة من التوجس والرعب من اي شيء يمث القدس لان هو يعلم مثلا ان فيه وقعة شهيرة جدا ان حاولوا مرة الفرنسويين يرفعوا العلم الفرنسي على مبنى لهم في القدس فالاهالي صاروا ثورة شديدة جدا وطلعوا على علم الطعوة ان ممنوع يرفع علم في القدس اجلالا وهيدة له فتخيلوا حضراتكم لما الجنرال الانبي بعت رسالة مخصوصة للقيادة بتاعته القيادة البريطانية يقول لهم انا على ابواب القدس اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ اعمل ايه اصاد هذه المدينة؟ لها وضع مختلف احنا كلنا شايفين ان هو داخل البوابة دي لو حضراتكم احد فيكم يعرف البلدة القديمة ويعرف صور البلدة القديمة هو داخل من بوابة الخليج الغريب يعني حاجة غريبة جدا لو نعرفها يعني ان كان فيه يعني ما يشبه الاسطورة من بعد زمن صلاح الدين ان هناك شخص اجنبي وسيدخل الى الى هذه المدينة ويحتلها وان هذا الشخص سيدخل من باب الخليج دي حاجة من الحاجات الغريبة جدا ان احنا نعرفها يعني طبعا فيش لها تفسير يعني لكن هو دخل من باب من بوابة الخليج وفي الفنم عيساء بتقولون هذا من برج الساعة في مئتباب الخليج يعني في الحروب الامور دي امور عادية لكن هو دخل يسير خاف يركب اجلالا للمدينة وفي نفس الوقت لم يرفع اي علم في القدس مهابة لها لما دخل الحقيقة يعني كان دخل بصورة وديعة جدا هو طبعا زي ما قلت لحضراتكم هو لم يدخلها حربا هو تسلمها سلما فلما دخل جمع اصحاب الحوانيت كلها اصحاب الذكاتين والمحلات وده في سلم دخل في سلم ما اطلقش اي خذيفة على تسلمها من اللي هي الحامية العثمانية اللي كانت موجودة فيها فضلوا ان هما يسلموها العثمانيين ايه فضلوا ان هما يسلموها سلما لانهم خلاص الانجليز كانوا على الابواب ويعني لو حاولوا ان هما يدفروا عنها المدينة هتقصف وكذا فانسحبوا وتركوا لهم المدينة كانوا اعمل انواع المحافظة على المدينة لانها كده 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 خلاص سقطت لان خلاص هما دخلوا مندير سبع ودخلوا غزة واحاطوا بالقدس من جميع النواحي فكان سقوط المدينة لمسألة وقت يعني فسلموهم المدينة سلما فالحقيقة هو جمع الاصحاب الحوانيت جمع كل الاشتبار وزعماء المدينة وبدأ يخطب فيهم خطبة الغريب ان الخطبة كانت يعني زي ما بقول لحضراتكم خطبة وديعة جدا الخطبة كان بيتكلم فيها عن ان هو بيشجعهم عن ان هما يفتحوا الحوانيت بتاعتهم ان هما ما يخافوش ويعيشوا ويمرسوا حياتهم بصورة عادية جدا الخطبة كانت وديعة جدا يعني ومشجعة الى اقصى اقصى درجة يعني لا تعكس ابدا حالة حرب ولا كذا لكن الغريب ان هو في نهاية الخطبة في نهاية الخطبة قال جملة عجيبة جدا قال الان انتهت الحروب الصلبية يعني الجملة دي يعني غريب ان طبعا الخطبات دي موجودة حتى لو حضراتكم محبيت تتقرؤوها موجودة على النت لو كتبت اسمها بس تتلقوها موجودة يعني الحاجات دي بتبقى كوسائق يعني موجودة لو تقرؤوا الخطبة تتقربوا جدا الخطبة لا يعني علاقة لها بالجملة النت الأخيرة الجملة كلها الخطب كله بيشجع الناس على ان هما يمارسوا حياتهم وفيش اي مشكلة يعني ايه علاقة الجملة الأخيرة بتاعت والان انتهت الحروب الصلبية يعني الحقيقة هي زلة لسان زيها زي بتاعت بوش كده لما قال يعني سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى بيوقع الناس دول بان هما الإناء وينضح بما فيه ان هو يخرجوا ما عندهم حتى لو حاولوا ان هما يعني يخفوه ولو قليلا ده كان وضع القدس لكن وضع سوريا كان مختلفا طيب احنا نشوف بس دلوقتي ما يخص فلسطين ونعرك بعدها على وضع المنطقة المجورة انا زي ما قلت لحضراتكم هما دخلوا الى مدينة بير سابع اول نوفمبر في اوائل نوفمبر دخلوا بير سابع تاني يوم مباشرة صدر ما يعرف بوعد بيلفور من هو بيلفور؟ بيلفور ده هو وزير خارجية بريطانيا في وزارة لويز جورج هذا الرجل كتب رسالة غريبة الشكل كده هو كوزير خارجية بيقول فيها ان حكومة صاحب الجلالة ترى بعين العطف تأسيس وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين وستفزن غاية مهدها لتسهيل تحقيق هذه الغنب على ان يفهم جليا انه لم يقتى بعمل من شأنه ان ينتقص مع الطوائف غير اليهودية الموجودة في فلسطين او الحقوق والوضع السياسي التي يتمتع بها اليهود في اي بلد اخر يعني من الناحيتين شوفوا حضراتكم بيتكلم عن اليهود رغم ان هما كانوا اقلية في فلسطين في ذلك الوقت بيتكلم عليهم على ان هو هيخلهنه موطن قومي ومش هيدر الطوائف غير اليهودية الموجودة في فلسطين طبعا ليه؟ كلمة الطوائف غير اليهودية يعتبر ان اليهود هما الاساس وان الطوائف دي كانوا هما الاقلية الأمر اتقلب يعني والجملة اللي وراها على طول الحقوق والوضع السياسي التي يتمتع بها اليهود ووضع السياسي الذي يتمتع بها اليهود في البلدان الاخرى اللي اليهود بيقيموا فيها يعني هو بيحفظ حق اليهود يعني اليهودي اللي عايش فيه مثلا في سواء كان في بريطانيا او في روسيا او اي شدة الوضع السياسي بتاعه زي ما هو. ما حدش يقوله انت بأصبح عندك دولة وكلام من ده. ما هذا النص العجيب؟ وخاصة ان هذا النص الغريب بيخاطط به واحد شخص. هو نص غريب قوي يعني. نتكلم بقى شوية عن ملابسات هذا النص. هو بيكلم عزيزي لورد بروتشلد واحد يهودي ويقول له الخلمتين دولة. طبعا سالة غريبة الشكل يعني. عادينا نشوف ازاي صدر هذا الورد. كيف صدر وعد بيخاطط. الحقيقة وعد بلفور ده له جذور كثيرة جدا ولو حيثية كده. ربما يعني ما نستشعرهاش. إلا لو بحثنا عنه الواحدة يعني. الشخص الأساسي في وعد بلفور هو رجل يهودي اسمه حايم وايزمان. حايم وايزمان هو الرجل الثاني اللي لمع اسمه بعد هيرتزل. رغم أنه كان فيه اتنين يعني دوم بعد هيرتزل سبقوا حايم وايزمان. لكنه حايم وايزمان من الاسم الثاني اللي لمع بعد هيرتزل مباشرة. حايم وايزمان هو يهودي روسي. وهو يقول عن نفسه هو اللي يقول عن نفسه في المذكرات بتاعته بيقول ان انا اكره روسيا. هو يكره روسيا. رغم أنه هو يهودي روسيا. هو يقول انا يهودي ويعني يعني على مضد يقول انه هو من روسيا. يعني يكتفي احيانا انا يهودي وفقط. هذا الرجل في زمن الحرب العالمية الاولى. نحن نتكلم دلوقتي عن 1917 من الحرب العالمية. بدأ بقالها كم سنه هو. طيب الفترة اللي فاتت دي كان فيها ايه؟ ماذا حدث من اول 1914 او حتى 1916 قبل صدور وعد بالفرق. حايم وايزمان بغم أن هو كان روسي لكن هو كان يتنقل وكان كيمائي. هذا الرجل استطاع ان هو يحضر مادة الاسيتون. هنجد في كل المصادر اللي فاتي تتكلم عن حايم وايزمان. يتكلمه عن ان هو اخترع الاسيتون. في حقيقة الكلام ده غير صحيش. لان هو مخترعش الاسيتون ولا حاجة. الاسيتون كان في الوقت وكان مخترع وكل حاجة. لكن هو هذا الرجل استطاع ان هو يعني يحضر الاسيتون بطريقة مختلفة عن الطريقة اللي هي اللي كانت موجودة في المعامل بصورة عادية. حايم وايزمان بهذه الطريقة اللي قدر فيها ان هو يعمل. هو نجح في الاسيتون كان قبل ذلك بيتعامل من التخمر البكتيري. فكان بيشتاج يعني خطوات معقدة كتير جدا عشان يخرج في النهاية.